ليست هذه الصورة إلا جزءا من يوميات الحرب في تعز صورة تكررت مثيلاتها بعد أن صار القتال روتينا تتصدعه جهات المدينة الأربع المعارك على سجيتها تشتد ومساحاتها الملتهبة تضيب كلما تقدم الجيش الوطني والمقاومة تقول أخبار الساعات الماضية إن قوات الجيش والمقاومات سيطرت على مواقع جديدة غرب وشرق المدينة أبرزها تبة الذئاب شرق جبل المنعم وعدد من المباني المحيطة بمعسكر التشريفات حيث كانت الميليشيا تتحصن فيها وتقصف الأحياء السكنية ومواقع المقاومة منها سيطرة الجيش والمقاومة على هذه المناطق من شأنها تضيق الخناق على معسكر التشريفات ومنع وصول التعزيزات القادمة إليه كما يضع الجيش والمقاومة على طريق استعادة بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا أبرزها الحوبان إلى جانب هذه المكاسب تصدت قوات الجيش والمقاومة لمحاولات تسلل الميليشيا في الزنود والصل والحكوم وأجبرت على التراجع جميعها مناطق تماس عسكرية لاستراحة لمحارب فيها أما المدنيون في هذه المدينة فيحبسون أنفاسهم انتظارا لحسم المعركة في ظل استمرار القصف واستهداف الأحياء السكنية ضاق الخناق بهم لكن سماء المدينة لم تبخل بأن تجود عليهم بالمطر ليخرجوا إلى الشوارع منتشين يرافقهم القلق كلما تسربت من ثقوب خوفهم قذيفة هون أو رصاصة قناص الموت هنا بقصف عشوائي لا يترك بصيص أمل بأن ما يجري في كواليس الدبلوماسية سينهي قريبا هذه المآسي فغزيرة هي الدماء التي تسيل على أرض تعز وشهيحة هي الآمال المرشحة عن المساعي الدولية لوقف النزيف اليومي